الآن عندك مبلغ عشرة آلاف و حال علي الحول و رحتي أنت قلت لأختك تصدقي بهذا المال كله ها ما يجزئك عن الزكاة هذه صدقة لابد أن تخدي الزكاة لأن الزكاة تحتاج إلى نية و ركم من أركان الإسلام و كونك تقول الله تصدقي بالمال كله ما ينفع هذا مثل بعض أصحاب الزروع أصحاب التمر لما يجي موسم التمر يقول والله تصدقوا بهذا التمر كله طيب وين زكاة يروحون يتصدقون بالتمر كله يقول والله تصدقوا اهدوا الزكاة تحتاج إلى نية لابد أنك تحسب الزكاة حتى لو تصدقت بالتمر كله ما يجزئك عند الله سبحانه و تعالى هذه زكاة ركم من أركان الإسلام فتنبه لي هذا بارك الله فيك